موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الاعداد اهلا بكم ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف مع بعض قواعد الوحدة الثالثة وتدريبات شاملة عليها لتس ستارت في مجموعة من الصور هنبدأ نوصفهم مع بعض الصورة الاولى عندي فيه واحد بيكسر الالم الرصاص بتاعي فبقول my friend broke my pencil my friend broke my pencil الجملة دي active active يعني مبني للمعلوم يعني الشخص اللي عمل الفعل ده انا عارفه اللي هو my friend عشان كده قلت my friend بدأت بالشخص اللي قام بالفعل broke my pencil كسر الامي اما الصورة التانية الالم المكسور او انا رجعت لقيت الالم المكسور فمعرفش مين اللي عمل كده فبتكلم على الحدث نفسه فبدأت ب my pencil قلت my pencil was broken يعني الم الرصاص اتكسر انا معرفش مين اللي قام بالفعل عشان كده لما يكون عندي action معرفش مين اللي قام بيه تعتبر الجملة passive او بستخدم صيغة passive في الجملة passive يعني مبني للمجهول يعني اللي قام بالفعل مجهول بالنسبة لي تعال نشوف الصورتين اللي بعدهم عندي قدامي شخص بيقدم حلويات للاطفال فبقول مثلا المدرس او المدرسة بتدي حلويات للاطفال والجملة دي تعتبر active يعني مبني للمعلوم لاني انا عارف مين اللي بيقوم بالفعل اما الصورة التانية انا شفت الاولاد معهم حلويات لك امعرفش مين اللي اديهم الحلويات دي فبقول sweets are given to children every day على سبيل المثال لو انا بشوف الحاجة دي بشكل متكرر بدأت ب sweets يعني بدأت بالحاجة الغير عاقل التي لا تستطيع القيام بالفعل وبالتالي الجملة دي بتكون passive يعني مبني للمجهول يعني اللي قام بالفعل غير معروف بالنسبة لي او مجهول بالنسبة لي النهاردة بنتكلم عن passive form الصيغة المبني للمجهول المبني للمجهول دايما ببدأ الجملة بالمفعول يعني الشيء او الشخص الوقع عليه الفعل رقم اتنين بجيب verb to be وفقا لزمن الجملة زي ما احنا شفنا قبل كده لو الجملة في المضارع بجيب بعد المفعول am او is او are لو الجملة في الماضي بجيب بعد المفعول was او where على حسب طبعا المفعول لو مفرد بجيب was مفعول لو جمع بجيب where في الماضي المفعول لو مفرد في المضارع بجيب is لو جمع بجيب are لو المفعول بدأت بi بجيب بعده am رقم 3 ودي مهمة جدا لازم الفعل يكون في التصريف الثالث يعني past participle of the verb هنشوف عندنا مجموعة من الجمل ازاي بنحولها من active الى passive عندي مجموعتين من الازمنة المضارع البسيط والماضي البسيط تعالوا نشوف الجمل مع بعض رقم 1 tourists take many photos of the pyramids الجملة دي في المضارع أنا عندي الفعل هنا take فعل في المضارع many photos ده يعتبر المفعول لانه هو ده اللي وقع عليه الفعل tourists ده الفعل take الفعل many photos ده المفعول هبدأ بالمفعول بقول many photos في صغط الpassive بعدها جبت r لان الجملة في المضارع والمفعول عندي جمع عشان كده اجيب r رقم 2 رقم 3 تصريف الثالث من الفعل الفعل عندي take تصريف الثالث منه taken يبقى many photos are taken of the pyramids جملة الثانية people celebrate spring all over the world people دي اعتبر subject الفعل celebrate تعتبر الverb spring هنا الobject او المفعول بابدأ بالspring الobject الobject هنا مفرد والجملة في المضارع بقيم بعد الobject is بقول spring is celebrate تحول الى celebrated لانه فعل منتظم بضيف بس حرف d لان الفعل منتهي بحرف e بقول spring is celebrated all over the world رقم 3 people give sweets to children زي الجملة اللي احنا حلناها مع بعض بقول sweets are given to children لان الجملة مضارع رقم 4 farmers grow oranges in hot countries بابدأ بoranges لان oranges هي المفعول والمفعول هنا جمع بجيب بعده are لان الجملة مضارع والتصريف التالب من كلمة grow grown بقول oranges are grown in hot countries ممكن في اخر الجملة بقول buy لو انا عارف مين اللي اقام بالفعل ده بقول buy farmers رقم 5 an italian invented the first pizza خلي بالنا هنا الفعل في الماضي invented الفعل في الماضي طبعا ببدأ بالمفعول برضو بقول the first pizza لكن بفكر في was aware المفعول هنا عشان مفرد بجيب was وبعدها تصريف التالب من الفعل invented نفسها invented لفعال المنتظمة اللي اخرها ed في الماضي بتكون نفس شكلها في تصريف التالب اخرها برضو ed بقول the first pizza was invented by an italian رقم 6 they caught fish last week هبدأ بالمفعول اللي هو fish fish بتعامل معاملة المفرد بجيب بعدها was تصريف التالب من code هي نفسها coat وبعدها بكامل بقى الجملة fish was caught last week number 7 we cooked hundreds of eggs in a big pan هبدأ بالمفعول hundreds of eggs طبعا المفعول هنا عندي جمع بجيب were لان الفعل في الماضي وبجيب بعدها cooked التصريف التالب من الفعل لان الفعل منتظم واحنا قلنا الفعل المنتظم بيكون نفس شكل الفعل في التصريف التالب يبقول hundreds of eggs were cooked in a big pan more examples أمثلة أخرى ببدأ بكلمة spring بقول spring is celebrated in different ways all over the world خاصة الربيع بيتم الاحتفال به بطورة مختلفة في العالم كله hundreds of eggs are cooked in a big pan لما جاسأل سؤال في صغط الباسيف بقول what are doors made of اللي جابة doors are made of wood where is the party held today the party is held in the hotel شام النسيم was first held to celebrate the start of spring يعني تم أولا انعقاد شام النسيم للاحتفال ببداية فصل الربيع who was the first pizza invented by the first pizza was invented by an Italian نشوف اكسرسايز مع بعض اللي جابة هتكون celebrated تصريف التالت من الفعل لأن أنا عندي في الجملة هنا شام النسيم يعتبر غير عاقل ويعتبر مفعول هو اللي تم عليه الفعل عشان كده هنا عندي verb to be اللي موجود بجيب بقى للتصريف التالت للفعل بقول when is شام النسيم celebrated in Egypt رقم اتنين spring space in different ways all over the world are celebrated celebrating is celebrated celebrates اللي جابة هتكون is celebrated يعني يتم الاحتفال بفصل الربيع بطرق مختلفة في العالم كله هنا في الجملة هنا ما بعرفش مين اللي قام بالاحتفال يعني ما بعرفش مين اللي قام بالفعل وبالتالي بتكون الجملة passive number three the museum بدأنا the museum يعني المتحف not by tourists every year is visiting is visited visited visits طبعا المتحف بيتم زيارته يعني الجملة passive يبقى بقول the museum is visited هي اللي جابة الصحيحة number four the conference المؤتمر برضو هنا بدأت الجملة بشيء غير عاقل يعني لا يستطيع القيام بالفعل بنفسه يبقى الجملة هتكون passive the conference not in Cairo is holding was holding hold is held نخلي بالنا من التصريف التالت كويس طبعا بجيب is وبعدها held يبقى is held in Cairo number five space boiled eggs are eaten for breakfast traditionally traditional traditions tradition غالبا ببدأ الجملة بأدفرب يعني بظارف وبقول traditionally boiled eggs are eaten for breakfast بشكل تقليد أو بشكل معتاد البدل المسلوب يتم أكله في الفطار number six this hat space in England hat اللي هي القبعة شيء غير عاقل ليستطيع القيام بالفعل يبقى الجملة passive made make is made was making طبعا هدور على verb to be وبعده تصريف تالت يبقى الإجابة هتكون is made number seven where is shaman sim space these days celebrated celebrate celebrates celebrating طبعا أنا عندي هنا shaman sim غير عاقل زي ما قلنا بلكده الجملة passive أنا عندي verb to be موجود في الجملة بدور على التصريف التالت للفعل يبقى celebrated هتكون هي الإجابة يعني أين يتم الاحتفال بشام النسيم هذه الأيام number eight the zoo space by hundreds of people every year برضو كلمة زو غير عاقل الجملة passive هدور على verb to be وبعدها تصريف تالت للفعل ونخلي بالنا أن الجملة هنا مدارة لأن في كلمة every year في آخر الجملة يعني الجملة هنا لازم أدور على verb to be في المدارة وبعده تصريف تالت للفعل is visited was visited visiting visits طبعا الإجابة هتكون is visited لأن دي صغط المدارة في الباسف number nine are special foods space at the festival eating eats eaten ate هدور على التصريف التالت للفعل لأن verb to be موجود في الجملة يبقى الإجابة هتبقى eaten number ten أسوان space by hundreds of tourists every year بداية الجملة بكلمة أسوان يعني مكان غير عاقل بيتم الفعل عليه يبقى الجملة passive يبقى هدور على صغط verb to be وبعدها تصريف تالت للفعل برضو every year هنا في آخر الجملة يعني الجملة مدارة was visited is visited visiting visits اللي جابها هتكون is visited من فاش أقول was visited لأنه آخر الجملة كلمة every year لو كنت قلت last year كنت اخترت was visited number eleven I space to my friends party and it was a good chance to meet all friends invite invited was invited inviting نخلي بالنا هنا أن I تعتبر مفعول لأنه وقع عليها الفعل يعني أنا بقول أنا تم دعوتي to my friends party and it was يبقى الجملة هنا في الماضي a good chance to meet all the friends يبقى passive في الماضي بفكر في was aware والتصريف التالت للفعل عشان في آي في أول الجملة يبقى طبعا هختار was invited number twelve healthy food is usually spaced by آية عندي هنا healthy food في أول الجملة يبقى الجملة passive بعدها is usually هدور على التصريف التالت للفعل eaten eats was eaten eating تصريف التالت طبعا هيبقى eaten من فاش أختار was eaten لأنه أنا عندي هنا في الجملة is موجودة يبقى أنا بفكر بس في التصريف التالت للفعل number thirteen the percentage is spaced by the sign طبعا العلامة اللي هي خاصة بفل مية represent represented represents representing جملة passive عندي is موجودة في الجملة بدور على تصريف التالت للفعل represented زي ما قلنا الفعل المنتظم بيكون نهايته ed في الماضي وed في التصريف التالت للفعل number fourteen we space medicine for free from the hospital we given we was given we were given we is given الإجابة هتكون we were given لأن هي الوحيدة اللي تنفع مع we لو كان في are given كنا اخترتنا كمان are given لأنه فيش كل مدلة على الزمن يبقى الإجابة عندنا were given هي الصحيحة number fifteen the breeze space considered a weak wind النسيم أو الهواء يعتبر هواء ضعيف أو هواء خفيف is considered was considered am considered are considered بتكلم هنا عن فاكتة عن واقع أو عن حقيقة يبقى بختار المضارع بقول the breeze is considered يعني يعتبر a weak wind sixteen people buy physique from a clean shop to be sure it is good space them at of for two to be sure it is good for them يعني جيد لهم أو صالح لهم number seventeen eggs space in shamansim festival by children eggs طبعا جم بفكر في verb to be جم وبعدها تصريف تالت تبقى الإجابة are decorated eighteen food which is space lasts for a long time which is preserving preserves preserved preserving which is preserved صغة الجملة هنا passive عندي verb to be بدور على تصريف تالت للفعل number nineteen traditional thing means that it has space for a long period of time been done been doing was done doing لما لايك كلمة has عندي في الجملة زمن الجملة مضارع تام مضارع التام في الباسف بنجيب has or have وبعدها been وبعدها التصريف التالت للفعل يعني اللي جابة هتكون been done it has been done for a long period of time number twenty how space should seem celebrated by your family last year نخلي بالنا من كلمة last year يعني الجملة في الماضي بفكر في was aware شام النسي ما عندي هنا مفرد يعني باختار was rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning عندنا مجموعة من الجمل وعندنا كلمات مبين قصين بنستخدمها عشان نعبر عن نفس المعنى للجملة اللي موجودة قدامنا number one you don't have to pay to go into the museum free استخدم كلمة free عشان تعبر عن نفس المعنى you don't have to pay يعني انت مش مضطر تدفع to go into the museum عشان تدخل المتحف فبقول it is free to go into the museum يعني مجانا ان انت تدخل الى المتحف number two people give sweets to children in the new year use given استخدم كلمة given في الجملة اذا انا احول الجملة هنا من active الى passive هابدأ بكلمة sweets بقول sweets طبعا هنا الجملة عندي مضارة بقول are بعدها وبعدها given to children in the new year number three my parents gave me new clothes برضو استخدم كلمة given عندي هنا ممكن اعمل حلين للجملة دي طبعا بحاول الجملة برضو من active الى passive ممكن ابدأ ب I اللي هو المفعول يعتبر الغير مباشر او مفعول التاني يعني كلمة me هنا تعتبر المفعول التاني بابدأ بيه الجملة بقول I I was ليه قلت was لان الجملة في الماضي بقول I was given new clothes by my parents او ممكن ابدأ بكلمة new clothes زي المفعول الاول اقول new clothes were given to me by my parents number four the mechanic mended my car yesterday use was بحاول الجملة من active الى passive هابدأ بالمفعول المفعول هنا عندي my car لاني the mechanic الفاعل mended الفاعل my car المفعول بقول my car was mended yesterday by the mechanic my mother cleans the kitchen every day الجملة هنا مضارة هابدأ استخدم كلمة is يبقى بحاول الجملة من active الى passive بابدأ بالمفعول المفعول هنا the kitchen my mother ذا الفاعل وcleans الفاعل with the kitchen المفعول بابدأ ب the kitchen بقول the kitchen is cleaned everyday ممكن اقول buy my mother في نهاية الجملة او ممكن ما اكتبها number six did you buy a new bike yesterday دا سؤال هابدأ استخدم was يبقى اذا استخدم صغط السؤال لكن في ال passive هاول was a new bike boat yesterday was a new bike boat yesterday number seven I didn't send the email استخدم كلمة wasn't هاول the email wasn't sent wasn't lay لاني الجملة اصلا منفية قلت دا انت عندي في الجملة هنا يبقى باستخدم wasn't في ال passive the email wasn't sent number eight grandmother baked him cake استخدم كلمة four برضو بحول الجملة الى passive بقول cake was baked for him number nine the ancient Egyptians first used the papyrus for paper use was بحول الجملة من active ال passive طبعا بابدأ بالمفعول اللي هو papyrus وبعدها was لاني الجملة هنا في الماضي was first used for paper by the ancient Egyptians thank you for watching